ننتقل بكم وبالرادار إلى تونس فقد مثل هناك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام القضاء بتهم تتعلق بارتكاب جرائم غسيل الأموال والتحريض على العنف وتهديد أمن الدولة وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا في القضية واتهمت آخرين إلى جانب الغنوشي ووجهت إليهم تهما من بينها سوء استغلال السلطة مراسلنا سيف الدين العامر ينضم إلينا من تونس سيف الدين هل جمعت النيابة الأدلة الكافية لإدانة الغنوشي في هذه القضية؟ نعم فضيلة لإجابة قطعا إلى حد هذه اللحظة لا لأن الملف الذي أمام قاضي التحقيق في المكتب الثالث والعشرين للقطب القضاء لمكافحة الإرهاب يتكون من أكثر من ثمانمائة وثيقة الأمر الذي يرهق لسان التحقيق في تونس والذي تأكد أنه سيأخذ وقت طويل بحسب بعض الخبراء في القانون وحسب بعض المحامين طبعا نتحدث هنا عن ملف تسفير الشباب وتسفير بعض التونسيين إلى بؤر الإرهاب وتوتر خاصة سوريا في سنوات 2011 و12 و13 وأيضا نتحدث عن تهم تتعلق بغسيل أموال وعلاقة بتنظيمات قد تكون لها علاقة بالإرهاب أو بأشخاص مشتبه فيهم بممارسة أعمال إرهابية القضية معقدة إلى درجة أن الغنوشي هذه المرة الثانية التي يقف فيها أمام لسان التحقيق في ذات القضية ونذكر أن القضية كانت قد رفعتها النائبة السابقة فاطمة المسدي طبعا بالغنوشي وبآخرين خاصة قيادات من حركة النهضة وعدد آخر من المتهمين هذه قضية أولى لكن هناك قضية أخرى تعرف باسم أنستالينغو وهي شركة تعنى بالمضامين في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشمل بتهم تتعلق بتشويه رئيس الجمهورية وأيضا تهم تتعلق بغسيل أموال وتمويل إرهاب وعلاقة بأشخاص ذوي شبه للإرهاب شكر لك سيف الدين العامري من تونس